أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن مصر تقدر دوما علاقتها مع الأشقاء ولا تنسى وقفهم إلى جانبها مشيرا إلى أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع بالداخل والخارج فقال رئيس سيسي في مداخلة خلال افتتاح المرحلة ثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلوفودز إننا حريصونا كتوجه دولة على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع داعيا إلى الابتعاد عن ما يسيء إلى تلك العلاقات نحن سياسة مصر دايما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج وبالتالي أنا عايز أقول أن أنا بيتابع مواقع التواصل وبشوف أن ساعات بيبقى في حماس زيادة أو حتى تجاوزات يعني في الكلام وفي كده أنا بيتكلم على مش بكلم على الموضوعات محلية أنا بيتكلم على الموضوعات خاصة بعلاقاتنا مع أشقائنا وده أمر يا جماعة نمتبع ليه كويس طب إحنا هلمشي وراء بعض المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء إحنا علاقتنا طيبة بالجميع وده منهج إحنا مشيين به مش النهاردة إحنا بقلنا منذ تولية المسؤولية ده ما صار أنا بننتهجه كدولة حتى في الأزمات وفي الخلافات مثلا كبيرة كنتوا شافين أن إحنا دايما يعني ما فيش تصرحات سلبيه أبدا وهو منضبطة جدا وبالتالي ما صحش إن إحنا يعني نسيء لأشقائنا ومش حاول النسيء بقى وهو ما ننساش ما ننساش وقفت أشقائنا معنا لا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا الفضل بينكم